عادت غزة للهدوء لكن على مضض بعد جولة تصعيد هي العاشرة بين الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية منذ انطلاق مسيرات العودة في الثلاثين من آذار عام 2018 عدوان هذه المرة كان أكثر وضوحا في استهداف الإنسان الفلسطيني بقصف المنازل الآهلة بالأطفال والنساء فسقطت القبائف في غرف النوم ما أدى لتهدم نحو 130 بناء بأكمله فيما تعرضت 700 وحدة سكنية أخرى للضرر الجزئي ومع حديث فصائل المقاومة عن التوصل إلى اتفاق للهدنة مع الاحتلال الصهيوني إلا أن المسؤولين الصهينة لم يعلقوا على التصريحات الفلسطينية بشأنها والتي أوصلت الأمور إلى الهدوء مرة أخرى وهنا تكمن العقدة والمخاوف التي تعيد الأوضاع للهدوء مقابل الهدوء فقط هذه المعادلة التي تخيب معها آمال نحو مليوني فلسطيني في غزة في رفع الحصار بشكل تدريجي عن القطاع الذي يراد له أن يبقى على حاله بعد 13 عاما من إغلاق المعابر حيث لا تنمية ولا إعمار ولا كهرباء كل هذا لإجبارهم على القبول بصفقة القرن التي يريد جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي إعلانها بعد شهر رمضان وأمام هذا التصعيد الأخير يظهر أن غزة لا تقاوم الترسانة العسكرية الصيونية فقط وإنما هي تقاوم أيضا الصمت العربي والدولي على هذا الهجوم الذي لم يفرق بين أهداف عسكرية وأخرى مدنية كالمرافق العامة التي يكون عملها بتماث مباشر مع حياة السكان المدنيين في غزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر